في دوري أبطال أوروبا اليوم دور النصف النهائي ليفربول فاز على ملعبه 2-0 على فريق فيا ريال حارس فيا ريال استوبيتان سجل هدف فيه مرمى بعد كرة من هندرسون في ديئة 53 وفي ديئة 55 بأسست رائع جدا من محمد صلاح سجل ساديو مانيه الهدف الثاني ليفربول عشان ليفربول يلعج خضما في نهائي دوري أبطال أوروبا عايز أقول لكم رقم مهم جدا منذ الضمام محمد صلاح إلى ليفربول محمد صلاح صنع سبع أهداف لساديو مانيه وده أكبر رقم ما بين كل الفرق اللي شاركت في دوري أبطال أوروبا خلال هذه الفترة منذ الضمام محمد صلاح إلى ليفربول باستثناء نيمار لما بيه نيمار لما بيه كان صنع سبع أهداف نيمار صنع لما بيه سبع أهداف خلال خمس سنوات محمد صلاح صنع زيهم لساديو مانيه وده أعلى رقم أسستات للاعب واحد في دوري أبطال أوروبا يعني ساديو مانيه يعني ادى له محمد صلاح سبع هدايا خلال هذه الفترة سبحان الله سبحان الله الناس دايما تتحدث عن علاقة محمد صلاح وساديو مانيه ودايما محمد صلاح في المواعد ساديو مانيه كان عمل واحدة حلوة أول محمد صلاح لو تفتكروا في الدوري الأسبوع اللي فات في ممبرات منشستر يونيتد العلاقة رائعة جدا محمد صلاح رائعة جدا محمد صلاح عمل أول أسست ليف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 14 أسست في الموسم 14 أسست منهم 13 في البريمير ليج أعلى لعب يعمل أسستات في البريمير ليج وطبعا هدف البريمير ليج بـ 22 هدف موسم رائع جدا لمحمد صلاح موسم كبير كعاته في الملاعب الأوروبية والملاعب الإنجليزية ليفربول يضع قدما في المباراة النهائية مع ريال مادريد أو منشستر سيتي في المباراة النهائية